ذكرت صحيفة جرزالينبوس الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية ستطلب من إسرائيل الانسحاب من أحياء شعفات وأبوديس والعيسوية وجبل المكبر في القدس الشرقية وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي إيفكدور لبرمان خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي بهذا المطلب ضمن خطة السلام الأمريكية المرتقبة ومن المحتمل أن تصبح هذه الأحياء عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية هذا بقاء البلدة القديمة بالقدس تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين